السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال في هذا الفيديو سوف نبحث عن البسوط والمقامات التي تنقصون في هذه المتساوية إذن لنبدأ على بركة الله في هذه المتساوية إما عند المقام أو عند البسط في جميع الحالات إلا في هذه الحالة 33 على 88 عندي بسط ومقام إذن هذه هي التي ستساعدني كي أجد ما ينقصني في القصور الأخرى لكن هذا العدد يبدو كبيراً أستطيع أن أبسطه لأني أرى 3 في الوحدة والعشرات و88 في الوحدة والعشرات أعرف أن هذا العدد من مضاعفات 11 يعني 33 هي 3 في 11 وهنا 8 في 11 إذا قمت باختزال هذا العدد 11 هنا و11 هنا سوف أجد 3 على 8 وهو الكسر الأخير إذن 3 على 8 مررت من هذا الكسر إلى هذا الكسر بالاختزال على 11 إذن من الأفضل أن نستعمل هذا الكسر 3 على 8 لأجد باقي الأعداد التي تنقصون لأن 3 على 8 كسر مبسط أفضل من 33 على 88 إذن سوف أبحث عن البسط الأول هنا عندي 8 وأربعة وعشر سأبحث دائماً عن العلاقة بين الأعددين الموجودين يعني 8 إذا ضربتها في 3 سأحصل على 24 تلك الثلاثة أضربها أيضاً في هذه الثلاثة إذن هنا ضربت في 3 وسأضرب في 3 سأحصل هنا على 9 إذن الكسر الأول وجدته في الكسر الثاني كي أجد هذا المقام سأستعين بالبسط للمرور من 3 إلى 12 أنا ضربت في 4 إذن 3 في 4 هي 12 كذلك 8 في 4 هي 32 كي أمر إلى 36 إما أن أشتغل بـ 3 مباشرة 3 في 12 8 في 12 أو أستعمل 12 مباشرة 12 سأضربها في 3 أفضل يعني بشكل مبسط 12 في 3 هي 36 كذلك المقام سأضربه في 3 وأحصل على المقام الآخر 32 في 3 3 في 2 هي 6 3 في 3 هي 9 هنا كي أحصل على 56 سأبحث عن المقام المناسب أفضل مقام يوصلني إلى 56 بكل سهولة هو 8 أعرف أن 8 إذا ضربتها في 7 تعطينا 56 إذا ثلاثة سأضربها في هذه السبعة وأحصل على 21 وهكذا أعزائي نكون قد ملأنا هذه المتساوية طارة ينقصني البسط وطارة ينقصني المقام دائما أستعين بالكسر الذي فيه بسط ومقام في نفس الوقت أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر اضغطوا زر الإعجاب من فضلكم إذا كنتم لأول مرة تتعرفون على القناة اضغطوا زر الاشتراك فعلوا الجرس كي يصلكم كل جديد أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر